موسيقى سؤال بيقول انا يا ابونا في تالت سنوي وبذاكر كويس والحمد لله ربنا مديني زكاء وفهم وقدر على الحفظ بس بتيجي علي اوقات ببقى مش قادر احفظ ولا اركز فيها يعني مثلا من يومين زعقت مع اخويا واحنا بنشتري حاجة في محل بس اعتذرت له واعتذرت الربنا بس بعديها ما بقتش بركز ولا قادر احفظ فهل ممكن ده يكون عقوبة وغضب من ربنا علي ولا ممكن يكون ارهاق ولا ايه بالزبط هو ربنا بديك موهبة انك بتعرف تحفظ دي حاجة كويسة وتذاكر وما تنساش اللي انت حفظته بس اللي حصل انك انت لما انفعلت على اخوك بقيت تحت مؤثر نفسي احساس بالخطأ احساس بالتعب يعني المود النفسي بتاعك فرق ففي حاجة جوانا انكسرت فانت حسيت انك لا عارف تذاكر ولا عارف تحفظ مش عايز اعتبر ان ده غضب او عقوبة من ربنا انا عايز اقول انك انت طول ما انت فاقد سلامك مش هتبقى كويس فلا في الغضب فاقد سلامي مع حد مش عارف افكر كويس مش عارف اذاكر كويس مش عارف احفظ كويس انا اعتقد ان باستمرار الصلاة ولو حافظ الهوسي التاني اشكره رب لانه طيب وصالح كده اقول حاجة تفرح قلبك وتحس انك تصالحت مع ربنا وتصالحت مع اخوك ويوم والاتنين هتلاقي نفسك عارف تذاكر وعارف تحفظ مرة تانية اشتركوا في القناة